وأخيرا جي بي تي 4.5 أصبح متاح الآن للبلس بلان أو الخطة البلاس لشات جي بي تي هنجربه مع بعض النهاردة هو آخر نموذج من النماذج التي لا تفكر من شركة أوبين اي آي هنشوف إمكانياته ونشوف قدراته من خلال يوز كيسز هنفذها مع بعض النهاردة متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو نساء الله يكون مفيد على القناة ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية عشان نجرب جي بي تي 4.5 هذا النموذج من شركة أوبين اي آي وهو يعتبر آخر نموذج لا يفكر من نماذج شات جي بي تي هنجرب مع بعض النهاردة ان احنا نستخدمه في الرايتينج وايضا في توليد الأفكار لان ده هو افضل يوز كيسز ممكن انها تمشي مع 4.5 تعال اول حاجة نبص فيه drop down list هنلاقي ان جي بي تي 4.5 في الريسورش preview وهو good for writing and exploring ideas زي ما احنا شايفين هنا هنبتدي ان احنا نجرب اول تيست نشوفه في الكتابة هنا اول مثال معايا انه هو يلخص لي اخر اي آي ترينس موجودة فيه عشرين خمسة وعشرين عن طريق انه هو يبحث فيه الارتكالز ويطلع الكي انسايتز وهنا هفعل السرش عشان يبتدي ان هو يدور فيه الارتكالز وبعد كده هدوس enter وحشوف النتيجة اول حاجة هبتدي ان انا ارأي بها وهي السرعة السرعة او سرعة الاستجابة هنا انا شايفة السرعة جيدة انا كنت شايفة ان فيه البعض من اللي جربوه بيشتكوا من البطء بتاعه ان هو بطيء من السريع ولكن انا شايفة ان السرعته جيدة وحرجع اقولك لو انت بصيت هنا هتلاقي ان هو فيه الريسورش preview كل يوم بيتم تطوير عليه وحتلاقيه النهاردة شغال معك بكفاءة بكرة شغال معك بكفاءة اكتر وبعده بكفاءة اكتر وهكذا هو اعطاني الAI trends في 2025 زي ما احنا شايفين وهنا ابتدى كمان يديني الريفرانسز هو جابهم منين جابهم من المواقع الاتية اللي هي السورسز اعلا نشوف مثال تاني مرة تانية هنا هقول له simulate a chatbot يعمل لي chatbot conversation محادسة بتهندل ال customer refund request يعني فيه customer طالب refund ازاي ان اتعامل مع هذا الريكوست هنا انا طلبت منه ان هو ي simulate او يحاكي a chatbot conversation هبتدى ادوس enter ونشوف حيبديني ايه زي ما احنا شايفين الحاجات دي طبعا بينفق قوي ان انت تستخدمها في عملية ال automation وفي عملية ان انت تعمل chatbot يرد على العميل هنا hi i'd like to request a refund for my recent purchase هنا الشاتبوت حيرد يقول ايه بتوفر على نفسك وقت كبير جدا في ان انت زي تكاريت او ان انت تفكر فيه الاسئلة اللي انت ممكن تسألها دي ال customer كل حاجة هتكون جاهزة وبديك مثال كمان ال customer حيرد حيقول ايه هروح كده النفس ال two tasks اللي احنا عملناهم مع GPT 4.5 نعملهم مع شات GPT 4.0 ونجرب اول سؤال اللي هو summarize latest AI trends في عشرين خمسة وعشرين ونشوف حيجاوب يقول ايه هنا هو حيديني two response سرعيته جيدة ولكن اعتقد ان GPT 4.5 سرعيته اعلى خصوصا في ال response التاني خد وقت كبير جدا على ما يديني النتيجة اعتقد ان GPT 4.5 اسرع تعالى نشوف حاجة تانية السؤال الخاص بالشاتبوت conversation المحسة اللي بتهندل ال request بتاع المرتجع ايضا صرعيته جيدة جدا حاليا فيه تقارب يعني انا شايف ان هما الاثنين متقاربين الاثنين شايفهم واحد يعني فيش فرق قوي تعالوا بقى نشوف الحتة المتعلقة بالذكاء العاطفي الموجودة عند شات GPT 4.5 واللي احنا شفناها من خلال الموقع الرسمي لما ظهر 4.5 وعملوا زي تيست كده وعن موقع الرسمي ورنا الفرق ما بين الرد ما بين الاثنين GPT 4.0 و GPT 4.5 تعال هنا نسأله ونقول له مثلا محبطة كثيرا بسبب عدم القدرة على الدراسة بشكل جيد هدوس انتر هكلموا باللغة العربية نرد علي قال لي افهم تماما شعور الاحباط الذي يعتريك نتيجة صعوبة التركيز في الدراسة هذه المشكلة شائعة بين الطلاب ويمكن التغلب عليها واعطيني طرق التغلب عليها تعال نفس السؤال نروح كده ناخده ونروح لي 4.0 واقول له محبطة كثيرا بسبب القدرة على الدراسة بشكل جيد افهم شعورك بالاحباط نتيجة صعوبة التركيز في الدراسة هذه المشكلة شائعة بين الطلاب لو خدت بالك الاجابة واحدة الاجابة واحدة فمش شايفة فيه فرق قوي ما بين الاجابتين يعني الاثنين اجابتهم واحدة فانا شايفة ان الاجابتين بيظهروا بصراحة زكاء عاطفي في هذه الجزئية تعال ناخد نفس السؤال الموجود على الموقع الرسمي ان انا بمر بوقت صعب بعد الرسوب في تيست او في امتحان هنا ده 4.5 انا اسف لسماع ذلك تعال نشوف فرقه انا شايفة نفس الاجابة ما فيش اختلف 4.5 بصراحة يعني انا كنت عايزة اختبر الجزء بتاع الذكاء العاطفي اللي هما بيكلموا عنه انا بصراحة شايفة الاثنين كويسين يعني فيش فرق اصلا من بينهم اوي تعال ابعا نختبر شات جي بيتي 4.5 في الماث لان هما كانوا عاطين له افضل في الماث ايضا هنا احمد اذا بوي he has 3 sisters each of his sisters has the same 2 brothers how many brothers and sisters does احمد have المفروض انه عنده one brother with three sisters لانه قردي عنده 3 sisters وكل سيستر عنده 2 brothers منهم احمد فبالتالي هم عنده اخ واحد وثلاث اخوات بنات فدي المفروض تكون الاجابة صحيحة هادوس enter حالي ان الاجابة احمد has 2 brothers and 3 sisters طب ايه وجهة نظرك احمد is one of the brothers himself طب انت نفسك اللي قيل ان احمد يعني واحد من ال brothers وكل احمد سيستر لها 2 brothers فاحمد هاد 3 sisters واحمد يبقى احمد كده brothers احمد and one other brothers و sisters ثلاثة يبقى الفاينال انصر احمد has 2 brothers and sisters مش عارفة ازاي يعني انا مش عارفة ازاي الااجابة دي اجابة غير منطقية حتى من تحليله نفسه يعني اجابة غير منطقية المفروض احمد has one brother and 3 sisters تعالا نشوف نفس السؤال مع فرقو الاجابة طبعا احمد has one brother and 3 sisters اللي هي الاجابة الصحيحة يعني هو هنا اخفق في الاجابة على سؤال بسيط جدا في الرياضيات لو رحنا لي الموقع الرسمي انا عايز اواريك بس الموقع الرسمي حواريك انه هو هنا في الماث الاي اي اي ام اي جي بي تي 4.5 واخد برسنتج اعلى معرفش ازاي بصراحة من جي بي تي فور او مش عارفة ازاي طبعا الاوبن اي 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 او 3 مني هاي ده يعني اكيد طبعا الوضع بتاعه مختلف ولكن انا بقرنه بجي بي تي فور او يعني حاجة بسطة جدا تعالوا نسأله حاجة تانية السؤال الخاص بي الوزن اي وزن اكبر الوزن اي الووتر ولا الطوب ولا الريش ولا الهوى هنا الاجابة الصحيحة 4.5 المفروض هنا الاجابة الصحيحة هي 3 pounds of air هي اكتر وزنهم اكبر هنا الاجابة الفاينال انسر the 3 pounds of air the heaviest 2 pounds of price مش اوكي هو اين لي اللي 3 pounds of air heaviest بس ما قاليش ان هو ده الفاينال انسر لوحده المفروض ان انا لو رحت على 4 O وعطته نفس السؤال حيتيدي نوا يبريكت داون ويقول لي ان الاجابة الصحيحة هي 3 pounds of air هو ده الفاينال انسر فانا شايفة ان 4 O بيشتغل بشكل افضل من 4.5 عايزة اختبره في الكتابة والتزامه بالاوامر اللي انا اعطتها قلتله الانترودكشن يكون من 250 ل300 words ممكن هنا اقول is not exceed علشان يقدر ان هو يفهم وهبتدي ادوس انتر ده 4.5 عايزة اعملي assignment طلبات معينة الانترودكشن ما يزيدش عن كذا او يكون in between كذا اعتقد هنا حيلتزم هاخد الانترودكشن كده بشكل سريع هروح اختبر عدد الكلمات على الword عدد الكلمات الخاصة بيه الانترودكشن 184 كلمة ومن المفترض ان انا اقيل له ان الانترودكشن ما بين 250 وال300 تقدر تقوله هنا count عشان تقدر انا كنت تتأكد هنا count words 190 انا طلبت منه 250 ل300 فبرضو هو هنا ملتزمش قوي بالرغم ان انا وضحت له لكنه ملتزمش قوي تعالى نشوف الموضوع ده هيتم ازاي مع التاسك مع طلبت منه ان هو يعملي assignment على وعطياله instruction زي معينة هيتكلم في ايه جوه assignment وايضا طلبه منه عدد الكلمات المفترض تكون في الانترودكشن وايضا في وفي بشكل عام بشكل عام هنا الانترودكشن اقل في عدد الكلمات زي ما احنا شايفين واضح جدا يعني بالنظر كده العدد ممكن يكون 4.5 بيكتب باستفادة اكتر من 4.0 ولكن مشايفة فيه فروقات جوهرية كبيرة ما بين الاتنين ودي وجهة نظري اتمنى ان انتم تجربوه وتقولي رأيكم في التعليقات وده كان تست سريع لي 4.5 بشكل عمري ومقارنته بـ 4.0 اتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة على قناة انفو تكفريو زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولكنتم متابعين على الأعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته